أهلا بكم من جديد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تهنية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة الشقيقة هذا نصها أخانا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمنا ونيابة عن شعب وحكومة مملكة البحرين يسعدنا أن نتقدم لكم يا خادم الحرمين الشريفين بخالص التهاني وصادق التبريك مقرونة بأطيب تحياتنا مشاركة منا بمناسبة احتفالاتكم بالذكرى الثالثة للبيعة المباركة دارعين إلى المولى القدير أن يعيدها على مقامكم الكريم وأنتم بموفور الصحة والسعادة وعلى الشعب السعودي الشقيق وقد قطع شوطا بعيدا على دروب النهضة والارتقاء بقيادتكم الحكيمة مؤكدين في الوقت ذاته العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط بين بلدين وشعبين الشقيقين والتي أرسى قواعدها الآباء والأجداد ودمتم بحفظ الله سالمين غانمين أخوكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اشتركوا في القناة